أعلن الرئيس الأمريكي دولندي ترام امتلاك بلاده لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت بمرات وادعى أن روسيا سرقت المعلومات عنه خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وقال ترام في تصريح ردا على اتهامه بالكشف عن معلومات سرية كل ما فعلته هو إخبار العالم بأن لدينا أقوى سلاح لكنني لا أقول حتى نوع السلاح آمنا أن لا نضطر أبدا إلى استخدامه لدينا صاروخ خارق سرعته تفوق سرعة الصوت وهو أسرع بخمس مرات من الصواريخ العادية وزعم ترام أن روسيا سرقت معلومات عن صاروخ أمريكي من إدارة أوباما وصنعت صاروخا خاصا بها مؤكدا أن الولايات المتحدة طورت الآن صاروخا آخر أسرع وقال ترام لدينا الآن أعظم سلاح صنعه الإنسان على الإطلاق لقد أحيينا الجيش ورفعناه إلى مستوى لم يكن أحد يعتقد أنه ممكنا وقلت إننا صنعنا أقوى سلاح عرفته البشرية وهذا صحيح وبحسب الرئيس الأمريكي فإن هذا السلاح متقدم جدا لدرجة أن روسيا والصين ستحسدان الولايات المتحدة وأضاف أنهم لا يعرفون ما لدينا لكنهم يعرفون أن هذا شيء لم يسمع به أحد من قبل ترجمة نانسي قنقر